بجامعة بلحاج بشعيب بعين تيموشنت يروج نيزار لمشروعه المبتكر المتمثل في اختراع رجل آلي يعمل على فرز النفايات مشروع من بين عشرات الأعمال الابتكارية التي عرضها طلبة قدم من مختلف جامعة الوطن ضمن لقاء تحدي الأعمال رجل آلي عنا روبوت جامع النفايات يقوم بفرز النفايات مشروعنا روى الابليزي عنا زوز أنواع روبوت عنا روبوت يكون في أي مكان يمشي وعنا روبوت اللي في الماء صناعة منتوج هذا المنتوج أولا هو متوفر ولكن يتم استيراده من الدول الأوروبية احنا قلنا لماذا نشجع المنتوج المحلي هذا المنتوج لديه عدة استعمالات من بين هذه الاستعمالات هي الكشف على التثروبات المائية مشروعنا هو خاص بتصفية المياه المصانع والمنازل نستخدم أساسا في هذه التصفية نستخدم منتوج طبيعي مئة بالمئة وعضوي الذي نستخلصه من نفايات المصانع الغذائية حاضنة العمال الرقمية من الهيئة التي تعنى بتطوير المبادرة الابتكارية من أهدافها الرئيس مرافقة حاملية المشاريع مشاريع ما شاء الله وحتى أنه مش غير المشاريع حتى البوستور تعهد طلبة عندهم هذه المواصفات للشخص اللي رايح ينجح في مجال المقاولاتية هذا التحدي هو تحدي الأول منه على مستوه الوطني لإحتاض بناتها جامعة عينة المشاريع هذه المشاريع تم اختيارها على حسب معايير محددة نذكر منها يجب أن تكون لها وسام لعبال أو يكون لصاحب المشروع نموذج أولي حول الحل الذي سيقترحه لهذه المشاكل لقاء تحدي الأعمال وضمن برنامجه السنوي سلسلة من الندوات التي تشمل جامعة الوطن ضمن مقاربة تعتمد على تطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مؤسساتنا